اشتركوا في القناة 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 وما دربش اندي عريقة جدا وعمره التدريبي نوعا ما قصير ويساعده بانه يبرز اعيد قصة زدان من اول جديد الاشي التاني بريز يمكن صار يعتقد انه بده هلأ مدرب يكونه له للسطو اللي عليه يعني في فترة من الفترة كان مقترح انه اسم مورينيو يرجع يدرب ريال مدريد ولكن بتخيل مورينيو بزبطس يكون بريز له سطوة عن مورينيو مورينيو عندما يتواجد يكون له السطوة فبريز الايغو تابعوا على اني اسمح له بده تكون السطوة له في سوق الانتقالات والدليل بتخيل رجعت ماريانو انت قبل سنة رمالة ليون بالضبط يعني انت بتبعته على ليون كحش نوعا ما وبترجع ماريانو بتعطيه رقم سبعة بالوقت اللي طلع عندك كريستيانو ايه كمان فيها نوع انه يعني كريستيانو انت تستبدل ب اي حد بأي ان كان طبعا نقولي كريستيانو مع ليوفي مبارح ما بعض اذا شفت بأمبولي بأمبولي يعني زي اللي بحكي للريال انما انت ما قلت ليش عامل اي من بعدي انت مستشفي اسمع انا بيقولك لأ انا بغض النظر عن ميولي انا درسة في مدريد بس كنت مش رجع اتليتكو برضو حتى وانا في مدريد اتليتكو بس انا كل حركة بيريز قبل كأس العالم ما كانت مفهومة وانا اغلب اغلب اللي حوالي مشجعين مدريد ابو الحمايدة سؤال مهم يعني هلا يمكن كل حدا بيبدأ يفكر طب والحل ايش رح يصير الحل انا خايف من الحل المشكلة تبع كونتي احنا سمعنا حكي انو ودع اللعيبة وبتيقي ودع اللعيبة بعد مباراة مبارح في غرفة المنابس قالوا انا يا اخوان الله يعطيكم الله حافية ابصر اشوفكم بعد هيك ويقال انو حيجي كونتي اما من المباراة الجاي او رح يسلم سانتياجو سولاري اللي هو مدرب الكاستية اللي هو مدرب سابق اللاعب سابق في الريال وفي الانتر رح يسلم قيادة ريال مدريد يمكن في مباراة او مباراتين بالاكثر مشكلة كونتي اللي هو الاسم المرشح الاكبر حاليا تكمن انو كونتي طلع من اليوفي بمشكلة مع الادارة عموضوع شراء اللاعيبة وطلع من تشلسي بمشكلة مع الادارة عموضوع شراء اللاعيبة وحكي جملة شهيرة مع اليوفي انو عشان اليوفي كان بيحاول ياخد لشامبينز ليغ حكا انت ما بنفع تاكل بمطعم فتورته الف يورو وانت كل اللي معك مية يورو يعني طلع كل لعيبته مش اصلا مش شغل يلعبوا بشامبينز ليغ فكنتي يعني اللي جاي من من مشكلتين مع الادارة جاي بينه عند بيريز اللي هو اصلا سيد من اخترع مشاكل بينه وبين المدربين زي ما حكيت بيحب يكون له سطوع المدرب بيحب يكون له هو الكلمة العليا مع مورينو شالفالدانو اللي كان بينهم عشان برضو يكون يعني مورينو له صلاحيات اكبر ومع ذلك ظل بيريز له السلطة العليا ابو لوبيتيقي المدرب اللي قريبا راح ينقال حكي انو انتو سرقتوا من ابني خمسين جول في اشارة الى بيعة رونالدو اللي ما عوضوه حد مكانها هو كلامه صح بيريز انسى كل اشي حكينا عن المدربين انت بيع رونالدو مش دا قولك من جبت السنة انت من جبت في اخر اربع ثلث سنين مزبوط يعني اشي يحترم كان بفدريد انو رجعوا يعتمدوا على الكستيا صحيح بس بنفس الوقت زودوها شوي اه لا انت بدك هيرو انت في قاعدة في التدريب انو شو مكان شو مكان الفريق ما بتطلع وانت سوف احنا نحكي في المباراة في قاعدة انو انت في مباراة وخسران او متعادل او اداءك مش بزيادة عمرك ما تطلع السوبرستار تبع فريقك اللي هو رونالدو في حالة ريال مدريد انت بتبيعه كله وما بتجيب حد مكانه طب يعني هسا الريال لما يكون متخاذل الفريق شوي مين اللي بدي يكون يولعهم انو يلا يا اخوان في امل بنجيب جول كذا الموضوع مش صح فيبيعت رونالدو من غير تعويض مش صح ولا حتكون صح بأي مبرر وراح بمئة مليون يعني يعني نمار راح بمئة واثنين واثنين وعشرين مليون ويعني وهذا عبر ارواع وثلاثين سنة ورونالدو قيمة بالآخر ما بتبيعه من غير تعويض يعني يجيب مبابي يجيب نمار تمام وبيع رونالدو احكي ولا ما اتفقه وبعنا اما بتبيع رونالدو بتجيب مريانو ابو الحمايدة ممكن يكون سبب من الاسباب اللي عمالها بتصير موضوع انه مدريد بآخر ثلاث سنوات يمكن نقدر نسمي انه وصل لمرحلة التشبؤ الشبع ممكن يكون هات سبب هاي مشكلة باللاعبين يعني احنا كلنا بنحكي انا وحسام طبعا كبير معدين رياضة في رؤية زميل لحسام نصار امن وجهه تحيي ونحكي لحسام نعتذر علي صار مدريدي يعني مدريدي شديد الولد اموما حسام كان متوقع انها اربعة صفر وقعت معاه قبل الحلقة منتناقش بحكي لي كل جيته غلط وعدم تعويض رونالدو غلط ودخلنا في موضوع التشبؤ اللاعيبة فريق ما اخذ ثلاثة الشامبيونز ليج يعني الشامبيونز ليج ولا تقول لي دوري ولا كأس اسبانيا ولا اي بطولة بتعادل الشامبيونز ليج طب انت فريق فاز بثلاث بطولات وطلع منه رونالدو واجه مودريج حكى بيطلع على الانتر يعني خلاص طلعهم وكلهم حاجبوا مبالغ طلعوا اجيب ناس جديد صغار يعني اجي لو بيتيجي مثلا مع كل الخبايص اللي بيخبصها عنده واحد زي اسنسيو الناس بتدفع فيه ميات قاعدة حاطوا بره يعني اسنسيو بديل لبيل يزا من بارح بيل شو عمل اللي خلاله على نصر شطتين يدخل اسنسيو مكانه عرفت علي فلا فيه تخبط اداري كبير فيه تخبط بالمدرب كبير عند بيريز ما احد عرف شو حل الريال وبنظري انه مش كنتي اصلا طب موسم مدريد هل يمكن ان يتم انقاذه ولا خلاص لا الدورة لسه في اوكي صحح ان نحكي مدريد تاسع برسلون اول بس اللي بينهم سبع نقاط يعني في صيغة الارقام انت الدورة لسه ما طار كثير بالشامبيونز ليج متأهلين متأهلين الريال مع لو بيتيجي مع كونتي مع اي انكان فممكن بس طبعا اول ايش بيطير المدرب بدي يصير فيه انتقالات على الشتا لانه حاليا اللاعب اللي بتقل بالشتا بيكمل لشامبيونز ليج مع فريقه الجديد فالموضوع عادي ففي امل طبعا لسه الموسم اعتبر باول اخر سؤال لو مسي لعب مبارح كم بتخلص النتيجة يعني انا على نظرة التكتكية المتواضعة بالعكس انت رذرتك تكتكية جدا عميز مسي لو لعب مبارح شط الاول لحاله خلاص اربعة لانه فيه اهي مهند زعل مهند اللي بيصورنا حاليا ينزع لك ليش اربعة لانه فيه اتنين اللي هم يعني الباصل اللي بتخليك انت اللاعب والجول اجل مرة لسوريز ومرة لآرثر هاد مسي ما بغلط فيها ابدا وضيقوها الاثنين وباس مسي لللفت باك والرايت باك دائما بس يدخلوا من جوه هاي لعبة تخاصة مع آلبا من هنا اموره طيبة شكرا جزيلا بيعطيك الحافية وحنا بنعتدر لأي مدريدي اخذها بشكل شخصي زي مهند اعسف مهند احنا خلصتو اشتركوا في القناة